بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة معنا شرح جديد من شرحات الاندرويد هنشرح مع بعض تطبيق هيتحلين ان احنا نعمل نسخ لاي كلمة من داخل اي تطبيق عندنا على الاندرويد بمعنى لو انت مثلا فتح اي تطبيق وليكن مثلا الفيسبوك او الودساب مسلا وحابب تنسخ اي كلمة من التطبيق دوت او مثلا مفاتح برامج خاصة بلوفيس او اي تطبيق ممكن تتخيله او اي مكان عندك الاندرويد حابب تنسخ منه الكلمة دي عشان تروح تترجمها على اي برنامج بيترجم الكلمات مبدئيا درس النهاردة هيكون مربوط بالدرس بتاع المرة اللي فاتت اللي هو الدرس الاخير الخاص بترجمة جوجل تمام? فانا هكون هطيك لك رابط الدرس اللي فات اسفر الدرس بتاع النهاردة عشان تربط الدرسه مع بعض درس النهاردة هو نسك الكلمات الدرس بتاع المرة اللي فاتت كان بيتكلم عن ترجمة اي كلمة من خلال تطبيق بتاع جوجل لكن النهارة ده هننسخ اي كلمة. تمام? طيب اول حاجة احنا هروح على محتاجين نحمل التطبيق دوت اسمه هتعمل عنده سيرش في بعدين هتدوس على طبعا انا هستطابه معاكم اهو لاول مرة. هو تطبيق بمساحة تمنمية كيلو بايت زي ما احنا شايفين خلاص. طيب هنروح دلوقتي هنلاقي هنا ان دي اي كونت التطبيق زي ما احنا شايفين حاجة افتح التطبيق اول حاجة فوق هاعلم على المرأة الدايرة ديت او هفعل الاختوار اللي فوق دوت وبعدين هدوس على وبعدين حاجة هنا حاليا حاجة اسمها هدوس عليها وبعدين افعل الدايرة اللي فوق دي كمان هدوس عليها وبعدين اوكي. تمام? انا كده فعلت البرنامج. حقف البرنامج خالص وهروح مسلا على تطبيق الفيسبوك مسلا. لو انا حابب اترجم اي كلمة من الكلام اللي قدامي دوت او حابب انسخة زي ما احنا شايفين لما بعلق ايدي على اي حاجة ما فيش فيه خاصية النسخة او خاصية فلو انا حابب بقى مسلا اترجم اي كلمة هنزل بشريط الاشعارات هلاحظ ان البرنامج بتاعي موجود فوق اهو اسمه هدوس عليه زي ما احنا شايفين عمل لي مربع ملون على الشاشة بيقول لي حدد الكلمة اللي انت عاوز تنسخة او عاوز تترجمها. ولياكم مسلا انا عايز اترجم كلمة هدوس عليها. وحدوز مباشرة فوق على المربعين دول. زي ما احنا شايفين بيظهر لي ترجمة جوجل. طبعا موضوع ترجمة جوجل ده مش خاص بدرس النهاردة ده خاص بالدرس بتاع المرة اللي فاتت فلو انت حابب تتفرج عليه هكون هتطلق الترجمة بتاعه. تمام? زي ما احنا شايفين ترجم لي الكلمة اللي هو سجل النشاطات. طيب. حابب اترجم كلمة تانية. ولكن مسلا كلمة مسلا هنبردو نازل بشريط الاشعارات وادوس على برنامج بتاعي. وادوس على كلمة وهدوس على مربعين لفوق نسخ. وبعدين هيترجمها لي زي ما احنا شايفين مركز المساعدة. طيب. لو انا حابب مسلا كلمة دي محتاج اخب منها كلمة بس. مش اخدها على بعضيها. هعمل ايه? هنزل برضو بالشريط بتاعي وابتأى. ادوس على البرنامج اللي انا سطبته. وهدوس على كلمة المرة دي هدوس على علامة القلم اللي في النص مش المربعين. هدوس على علامة القلم اللي فوق دي عشان عمل لها تعديل. بيظهر لكلمة تحت زي ما احنا شايفين. هبدأ احدد على كلمة بس او اعلم على كلمة الكلمة اللي انا عاوزها بس. وهدوس على المربعين اللي في اللايران الملونة دي. نسخ. وادوس على الترجمة بتاعت جوجل زي ما احنا شايفين. هيبدأ يظهرها لي كااااا الترجمة عادية جيلة ما فيهاش اي مشاكل. طيب هعمل تجربة اخيرة معكم ولكن مسلا محتاج اترجمها او مثلا او ايا حاجة. هنزل برضو بشريط الاشعارات وهدوس على وحدوس على كلمة. ولو انا حابب اخد كلمة بس او بس بادوس على علامة القلم اللي فوق دي. وبعدين ببدأ احدد الكلمة اللي انا عاوزها بس كده او. وادوس على دايرة ملونة دي. وبعدين اروح على ترجمة جوجل زي ما احنا شايفين. هيترجمها لي حسب. ازا الدرس النهاردة مربوط بالدرس بتاع المرة اللي فاتت اللي هو بتاع اه ترجمة اي كلمة من داخل اي تطبيق. النهاردة الدرس بتكلم عن نسخ اي كلمة من داخل اي تطبيق. طيب. حوريك برضو حاجة عشان تتأكد ان هي اه مش من داخل التطبيقات بس لو رحتم مسلا على بتاع التليفون زي ما احنا شايفين حابب مسلا اترجم اي كلمة من الكلمات دي. اه وليكن مسلا كلمة مسلا حنزل برضو بشريطة الاشعارات وادوس على وابدأ احدد كلمة تمام لو عامل معاك الحركة دي اعمل رجوع وبعدين ارجع تاني وادوس على الكلمة نفسها زي ما احنا شايفين وبعدين اقدر عمل لها تعديل او اقدر انسخ على طول من فوق وهيصال للترجمة بتاعتها على جوجل زي ما احنا شايفين مع بعض كلمة تخزين. تمام? طيب كلمة مسلا هدوس على وادوس على كلمة وبعدين نسخ هيبدأ يزهر للترجمة بتاعتها معادي جدا. تمام? ازا درس النهاردة كان بيتكلم زي ما قلنا مع بعض عن ترجمة نسخة اي كلمة من داخل اي تطبيق او من داخل اي مكان على الاندرويد. وحتربطه مع الدرس بتاع المرة الفاتحة عشان تبدأ تنسخ اي كلمة انت عايزها وتبدأ تترجمها عالي جدا. يا رب يكون الموضوع سهل و بسيط بالنسبة لكم وتكونوا واستفدتم منه. ان شاء الله انتظرونا في شرحة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.